موسيقى العراق يعيد تفعيل الوساطة بين السعودية وإيران التدخلات الأمريكية في الاضطرابات الإيرانية كيف نحصن أنفسنا من الإرهاب السبراني؟ ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد زيارة الأردن والكويت قام رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني بزيارة إلى الجمهورية الإسلامية والتقى هناك بالعديد من البسؤولين طبعا على رأسهم قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامل وحصل هناك حديث كما هو واضح أن العراق سيواصل الدور الذي قام به سابقا في عهد الحكومة السابقة حكومة السيد مصطفى الكاظمي موضوع الوساطة مع المملكة العربية السعودية وهذا أمر طبعا تعرفون جيدا يعني عندما يقوم العراق بأي دور إيجابي لإزالة بؤر التوتر في مسار العلاقات الأقليمية والدولية أيضا التي يكون العراق أيضا هو منخريطا فيها الأمر سيصب بصالح العراق بالتأكيد لكن كما تعرفون أيضا يعني في عهد حكومة السيد مصطفى الكاظمي الأهداف كانت مختلفة حتى بالنسبة للدول العربية يعني أو المملكة العربية السعودية تحديدا أيضا يعني كانوا يقدمون بعض التسهيلات لحكومة السيد مصطفى الكاظمي لكي ينجح فكرة الوساطة مع الجمهورية الإسلامية لأنهم كانوا يريدون أن ينضم العراق ببقاء مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة إلى ما يسمى بالحضن العربي والمحور العربي الذي يغلب عليه التطبيع مع الكيان الصهيوني تعرفون يعني عندما نتحدث عن محاور والعراق يجب أن لا ينضم إلى أي محور يجب أن يخرج من معادلة المحاور والأقطاب لكنه بالتأكيد يجب أن لا ينحاز ولو بالإشارة ولو بعلاقات سياسية اقتصادية زيارات مشاركة في بعض الندوات بعض المؤتمرات أحلاف لا تعلن بشكل رسمي مثل مشروع الشام الجديد لكي الهدف الأساسي من كل هذه الآن هو الرواج والتسويق لمفهوم التطبيع مع الكيان الصهيوني والعراق يعتبر مفصلاً أساسياً وكبيراً ومغماً جداً في موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني حاولوا كثيراً في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأنه هو صاحب فكرة صفقة القرن وصفقة القرن أفرد للعراق فيها دور كبير في قضية توطين الفلسطينيين وما قيل وما ذكر فيما يتعلق بتشكيل إقليم عربي إقليم سني لتوطين الفلسطينيين اللاجئين ولانتهاء أبداً نهائياً من قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون صداعاً كبيراً وعقبة كبيرة في مفهوم التطبيع وفي نجاح مشاريع ما يسمى بالتسوية مع الكيان الصهيوني اللقيت لذلك تلك المرحلة لها أهداف وهذه المرحلة بالتأكيد لها أهداف أو يجب أن يكون لها أهداف ونحن لاحظنا مفردات إعادة هذا الدور دور الوساطة الذي يلعبه العراق مع المملكة العربية السعودية وإيران موجودة المفردات المفاصلة الرئيسة موجودة لذلك يمكن أن نقول أن السيد محمد الشيعة السوداني عندما قال بأنه سيستمر على نفس المسارات السابقة فيما يتعلق بدور العراق في قضية التقارب الإيراني السعودي يعني أبقى على السيد وزير الخارجية فؤاد حسين الذي هو يتولى بشكل مباشر ملف العلاقات الإيرانية السعودية يعني هذا الدور الوساطة وأيضا موجود السيد قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني في الحكومة الحالية وهو أيضا قام بدور كبير لأنه تعرفون أيضا أن بدايات مرحلة العلاقات الإيرانية يعني هذه الوساطة تمت في أبريل من العام الماضي 2021 وتمت على نطاق أمني ضيق اجتماعات بين مسؤولين أمنيين إيرانيين ومسؤولين أمنيين سعوديين بوساطة عراقية السيد قاسم الأعرجي فيها دور كبير في هذا الموضوع وشفتوا نعم يعني خمس جولات من المفاوضات المباشرة الإيرانية السعودية بوساطة عراقية أفضت في النهاية إلى تمديد الهدنة يعني التركيز كان بما أنه الموضوع أمني فما يهم المملكة العربية السعودية كثيرا هو أن تخرج على الأقل أو يعني من هذه قضية الحرب التي شنتها على اليمن بأقل الخسائر وواحدة من هذه المنجزات التي أنجزت هو تمديد الهدنة إطلاق هدنة بعدين مددت لثلاث مرات والآن هذه الهدنة متعثرة لأن الوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران متعثرة ليش تعثرت طبعا السعودية واللي قولون أشياء كما يحلو لهم وطبعا العراق أيضا أعرب عن استعداده لاستئناف هذه الوساطة لكن الثابت الثابت الرئيس في هذه المعادلة هو أن السعودية عملت على زعزعة أمن إيران يعني هي تريد تحافظ على أمنها هي تريد تحصل على جزء من هذا الأمن المفقود بسبب الحرب العبثية التي شنتها على اليمن من خلال الهدنة من خلال ما تعتقد أن لإيران دورا على الأقل في تبريد هذه الأزمة مع اليمن ولكنها في نفس الوقت تدعم الإضطرابات في الجمهورية الإسلامية وثبت بالاعترافات وثبت بالوثائق التي عثرت عليها الجمهورية الإسلامية أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير في زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية من هذا الدور طبعا هو الدور الإعلامي الدور الإعلامي واحد من أهم الأدوار التي تقوم بها المملكة العربية السعودية أنشأت قنوات تبث بلغات محلية إيرانية على رأسها اللغة الفارسية وهذه القنوات تحرض علنا على إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية تحرض علنا على القيام بأعمال تخريب وقتل وأعمال إرهابية هذه القناة بالذات هذه القناة التي أنشئت وتبث مع الأسف هنا من لندن تحرض علنا على مهاجمة مراكز الشرطة المرافق الحيوية محطات البنزين وقتل قتل المسؤولين الإيرانيين خصوصا المسؤولين عن الأمن يعني شرطة وبسيج وحرس ثوري وقاموا بتفجيرات وشفتوا قضية مسجد شاه شراغ وغيرها من العمليات الإرهابية التي شهدتها الجمهورية الإسلامية خلال الفترة الماضية فمن الطبيعي أن الجمهورية الإسلامية توقف مثل هذه الحوار مع المملكة العربية السعودية لكن العراق يقوم بهذا الدور وطبعا كما قلت لكم لأنه زعزعت الأمن بين البلدين السعودية وإيران ينعكس سلبا على الأمن في العراق من هذا الباب زيارة السيد محمد الشيعة السوداني الأخيرة إلى الجمهورية الإسلامية كما فهمنا تشجع على الأقل على أن يقوم السيد محمد الشيعة السوداني نفسه بدور الوساطة أو إحياء دور الوساطة السابق الذي كان قد توقف في أواخر يوليو تموز الماضي مع الأهداف يعني كما قلنا مع الفارق في موضوع الأهداف لأن السيد محمد الشيعة السوداني يريد إزالة بؤر التوتر في العلاقات الإيرانية السعودية لصالح تعزيز الأمن الأقليمي وتحسين الأمن في المنطقة ولا يريد أن يقع ويجب أن لا يقع في فخ ما يسمى بسياسة المحاور والأقطاب وأن تكون العلاقات متوازنة يجب أن تكون العلاقات متوازنة نعم يجب أن يحظى العراق بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية وباقي دول المنطقة لكن وأيضا مع الجمهورية الإسلامية لكن يعني مع الفارق لأن الجمهورية الإسلامية يجب من الناحية المنطقية من الناحية التجارية من الناحية الاقتصادية يجب أن تحظى بالأرجحية وبالأولوية في علاقات العراق معها لأنها وقفت ببساطة إلى جانب العراق عندما كان العراق يقاتل التنظيم الإرهابي وقدمت الشهداء وهذه أيضا واحدة من المحاور الأساسية التي يجب أن تبحث في ملف الوساطة بين إيران والمملكة العربية السعودية وهو أن هذه يعني تحسين العلاقات بين الطرفين العراق والسعودية يجب أيضا أن يمر بملف يشمل تسويات بعض الأزمات العالقة بين العراق من جهة والجمهورية الإسلامية من جهة مسائل عالقة وبين طبعا المملكة العربية السعودية وإيران وعلى رأسها ملف الإرهاب وموضوع التدخل السعودي السافر في الشأن العراقي وهذا الحديث بقي في هذا الموضوع وإذن علينا أن نشجع مثل هذا الدور أن يقوم العراق بتفعيل دوره في إنهاء أي خلاف بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية أو على الأقل تبريد مثل هذه الأزمات بين البلدين في الوقت الحاضر بشكل خاص ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر التدخلات الأمريكية في الاضطرابات الإيرانية لا تعد ولا تحصى مع كل ذلك توجه الولايات المتحدة الأمريكية رسائل إلى الجمهورية الإسلامية تعربوا فيها عن رغبتها في استئناف المحادثات التي كانت قد توقفت في فيننا بشأن العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي وقدت اجتماعات كثيرة بعد عودة أو بعد تموء الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن منصب الرئاسة في واشنطن وكان يفترض أن تحل هذه القضية بسرعة لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تستخدم نفس سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيما يسمى بسياسة الضغط الأقصى الحد الأقصى من الضغط على الجمهورية الإسلامية هي تضغط على الجمهورية الإسلامية تفرض الحظر بدرجة يسموها درجة الضغط الأقصى أو العقوبات الأقصى على إيران وتفتح كوة نافذة بسيطة للمفاوضات مثلا لكن هم اكتشفوا واكتشفوا ويعترفون بذلك أن ما يسمى بالعقوبات وهو الحظر باسمها الصحيحة التي فرضت أحادية الجانب على الجمهورية الإسلامية في إيران فشلت في تحقيق أهدافها هذا جون بولتين هذا منظر الأرهاب الأمريكي ضد إيران هذا كأنه يتعامل وكأنه عضو ويقول عنده عضو في منظمة مجاهدي خلق الأرهابية التي تدعي أنها معارضة ويذهب كل سنة إلى مؤتمراتهم وقبل كم سنة كان يبشر يقول يعني راح قبل نهاية السنة الإيرانية الهجرية الشمسية وبشر قال سنحتفل السنة المقبلة يعني النوروز القادم اللي هو قبل سنتين في إيران في إيران يعني أسقاط النظام نظام الجمهورية الإسلامية سيعترف علىنا علىنا يعترف هو مستشار الأمن القوم السابق يقول بأن سياسة فرض ما يسمى بالعقوبات يعني الحضر على إيران فشلت يقول فشلت لم تحقق شيئا علينا أن نعيد النظر وأن نوجد ما سماها ثورة ثقافية فيما يتعلق بترويج وتسويق الحضر الأحادي الجانب الأمريكي الظالم على الجمهورية الإسلامية أقول في الإضطرابات الإيرانية الأخيرة وهي محدودة بالمناسبة بس إحنا هذه تسمية من باب يعني لكي نوضح لكم الصورة نقول الإضطرابات الإيرانية يعني في هذا الجزء من الإضطرابات الذي شهدته إيران نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت بشكل سعثر وهناك طرق عديدة سأتناولها وليش أقول لكم يعني هذه الإضطرابات محدودة وتم يعني السيطرة عليها أهم مكان شهدته هذه الإضطرابات هو كردستان إيران لأن البنت التي توفيت محسى أميني وبحجتها بهذه الذريعة حصلت مظاهرات سميت بمظاهرات الحجاب وتطورت إلى أعمال شغب وتطورت إلى أعمال عنف وعمليات عسكرية وقتل واختيالات واختيالات على قدم الوساق كل يوم يختيال يتم باختيال شاب من البسيج من البسيج يعني قوات التعبئة هذول المتطوعين يحافظون على أمن مناطقهم يروحون يعتدون عليهم بالسكاكين وبالقنابل المولوتوف وحتى بالرشاشات والمسدسات فهي البنت كردية كانت جاية من سقز لمدينة كردية في كردستان وراحت إلى طهران وهذا يعني هم أمر يثير الريبة على كل أهم مكان شهد هذه الإضطرابات هو محافظة كردستان إيران الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي قام بزيارة لافتة إلى محافظة كردستان خصوصا مركز هذه المحافظة سنندج والتقى بالمسؤولين والتقى بأئمة الجمعة والتقى بأئمة الجماعة علماء الدين زار في بيوتهم عوائل الشهداء الذين قتلوا في هذه الإضطرابات وقلت لكم سابقا سيناريو القتل يقتلون كما فعلوا في أوكرانيا كما فعلوا في العراق كما فعلوا في درعا وفي سوريا بعدين فيما سمي بثورة الربيع العربي كما فعلوا في ليبيا يقتلون الأفراد وبعدين يذبون التبعات ويقتلون حتى من القوات الأمنية كما قلت لكم وكما شفتوا ويلقون بالتبعاء على الجمهورية الإسلامية فزارهم في بيوتهم وزار البازار سوق رئيس في مدينة سنندج والتقى بالناس والتقى بالتجار واستقبلوا ذاك الاستقبال الحافل هذا يعني شنو هذا يعني أن مؤامرة جر إيران إلى اضطرابات واسعة فشلت نجي للولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة المكينة باعترافي هذا مرة أخرى هذا واحد منهم جون بولتن وغير هذا مسؤول كان عن الأمن القومي وقلت لكم هذا يتحرك كمعارضة إيرانية هذا يتحدث على أن يقول هلالك غرف عمليات في كردستان العراق وهناك أسلحة تأتي إلى عن طريق مناطق الحدود إلى كردستان إيراني اللي زارها السيد إبراهيم رئيسي من كردستان العراق والكثير من المسؤولين الصهاينة في القنوات الفضائية الإسرائيلية يعترفون على أن يقولون الموساد يقوم بتدريب جماعات كردية معارضة وطبعا منهم مجاهدي خلق في كردستان العراق موساد يذهبون إلى أربيل وإلى أماكن أخرى في كردستان العراق ويقومون بتدريب هؤلاء ويتم أرسالهم إلى داخل الجمهورية الإسلامية ليس فقط في كردستان إيران بل إلى باقي المدن يجد ما يقدرون يوصلون يوصلون وينفذون أعمالهم الأرهابية أيضا بالنسبة إلى وسائل الإعلام الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقوم يعني منذ أن اندلعت وقبل أن تندلع هذه الاضطرابات قاموا بتأسيس صفحات وهمية حسابات وهمية روبوتات ذباب ألكتروني هائل في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في تويتر وخصوصا في الانستجرام وطبعا شركة الميتا اللي يضم أيضا اليوتيوب والفيسبوك حوالي 50 ألف مستخدم يتحدثون الفارسية يعني يغردون بالفارسية بهويات مزيفة تم إيجادها على منصة تويتر فقط ما بين 20 سبتمبر و20 أكتوبر خلال فترة شهر تم إنشاء هذا طبعا الرصد الدقيق والجمهورية الإسلامية تحدثت عن هذا الموضوع صدرت بيان مشترك لوزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري وقدموا الوثائق والأدلة التي تؤكد تورط الولايات المتحدة في دعم مثل هذا الإرهاب عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يعني نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتوظيف أكو سياسة يسموها التوظيف الإعلاميين قامت بتوظيف الإعلاميين الحقيقيين وبتوظيف مشاهير هذا المصطلح التافخ الآن اللي جايسا ويقوله حتى عندنا في العراق يعني مثلا معروفين على صعيد كرة القدم أو ممثلين بعضهم تم توظيفهم بشكل رسمي وبعضهم أجر حساباته الإيرانيين المخابرات الإيرانية اكتشفت هذه الظاهرة بعضهم أجر حساباته باعتبار هو مشهور معروف وعنده يعني مئات الآلاف أو بعضهم بالملايين من المتابعين لأنه كانوا معروف مثلا لاعب كرة قدم أو ممثلة أجروها إلى الموساد الإسرائيلي وإلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني إلى الـ CIA وإلى بعض أجهزة المخابرات الأخرى هذا الأمر حتى بالمناسبة تم فضحة في الولايات المتحدة نفسه وحصل هناك جدل يعني يعتبرون هذا يتدخل يعني هذا التدخل سافر في قضية حرية التعبير وسوء الاستغلال لحرية التعبير وإنشاء منصات وهمية فضحت في الولايات المتحدة الأمريكية اشتووا الولايات المتحدة الأمريكية حولوا الجزء الكبير من هذه المهمة إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الإقليميين وعلى رأسهم طبعا المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة والكيان الصهيوني وهذا من أقولكم هذا كله موثق بالوثائق كله موثق بالأرقام الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تجهض هذه المؤامرة وتؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حتى الأوروبيين يعني ألمانيا فرنسا بريطانيا مظالعون ومتورطون بشكل مباشر في ما يسمى بهذه الاضطرابات الإيرانية وتعرفون الأسباب كثيرة يعني الهدف الكبير المعيد هو أسقاط الجمهورية الإسلامية هذا ما يقدرون عليه تفكيك الجمهورية الإسلامية هذا ما يقدرون عليه أضعاف الجمهورية الإسلامية في محاولة لابتزازها في موضوعات سياسية واقتصادية يعني ذهج للجمهورية الإسلامية دور فيها وطبعا على رأس ذلك موضوع رفض إيران للتطبيع مع الكيان الصهيوني ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف نحصن أنفسنا من الإرهاب السيبراني؟ بما أننا تحدثنا في المحور الثاني عن التدخلات الأمريكية في الأضطرابات الإيرانية وطبعا التدخلات الأمريكية كما تعرفون في كل ما سمي بالربيع العربي والمظاهرات التي شهدناها نحن في العراق وهذا الأمر مكشوف تم استخدام كما قلت لكم وسائل التواصل الاجتماعي على قدم الوساق هذا الآن أصبح يعرف الإرهاب السيبراني إرهاب علينا أن نحصن أنفسنا منه وهو يشمل مجالات مختلفة ليس فقط منحصرا هذا الأمر بالإرهاب لا حتى في موضوع الأخلاق إفساد الأخلاق تحطيم الهوية الأخلاقية الهوية الدينية لدى شبابنا وبناتنا وفتياتنا وفتياننا وحسنا فعلت وزيرة الاتصالات عندما قامت في أول خطوة اتخذتها بعد أن تسلمت مهام عملها في وزارة الاتصالات قامت بحضر المواقع الإباحية وذكرت رقم خطير يعني باعتبار هي صاحبة خبرة وعدها خبراء يعملون في هذا الموضوع قالت أن أكثر من 42 مليون موقع إباحي موجود وكلما أنت تأتي وتحضر موقع يجي يسولك مواقع أخرى وهذه ولادة هذا الشغل ولاد لأن هدفهم إسقاط القيم هدفهم إسقاط الإنسان من الداخل بعدين يسهل هذا الإنسان الذي سقط قيميا وأخلاقيا يحوله إلى أرهابي ببساطة أنت حتى لو تشوف في خلال فترة التنظيم الأرهابي وكيف كان يجند الشباب والفتيان كان يجند الشباب والفتيان الغارقين في مشاكل أخلاقية الغارقين في الفساد من بنات ومن رجال وبعدين على أساس يسوي لهم غسيل دماغ وعودة للدين بس للدين الذي هو على الطريقة الداعشية الإرهابية ويتم تسويقهم وزرعهم بل حتى يعلموهم على قضايا القتل والاختيال وغير ذلك عموما نحن ويجب علينا في البداية أن نحيي مشروع تحريك الهمم نحو القمم ومدارج الإنسانية ونرفع حد الإنسان بعد أن نغلق هذه القنوات الإباحية وكما قلت لكم هذه شغالة موجودة على قدم الوساق بس في نفس الوقت أنت هنا أنا تغلق هنا أنا تشكل غرف عمليات لكي تعطي البديل لهذا الشاب وهذه الشابة والبنات خاصة الفتيات الأولاد اللي في سن المراهقة لأن الإرهاب السيبراني يستهدف أمننا القومي من الداخل سواء في العراق في إيران في كل بلد من البلدان الإسلامية بل أي بلد يريد أن لا يقع فريسة للهيمنة والاستكبار الأمريكي والغطرسة الأمريكية والغطرسة الغربية حتى دول غربية لا تريد قيام تقول لك نحن هذه المثلية وهذا الوضع الذي يراد ترويجه ترويجه هذا يقفون بوجهه بس طبعا الحجمة قوية والهجمة شرسة فيحتاج الأمر إلى تعاضد محلي إقليمي دولي مع الدول التي تؤمن بمثل هذه المفاهيم مثل روسيا أنتوا شفتوا روسيا صدرت قانون وشرعت قانون يحاسب مو بس يحاسب هؤلاء الذين يدعون إلى هذا الانحراف الجنسي لا لا كل إعلان كل منشور كل شغلة فيها جنب ترويجية تسويقية بأي شكل من الأشكال تتم القانون يحاسب عليه بشدة هذا أيضا نحن بحاجة إلى أنت أحضر المواقع الإباحية في نفس الوقت أيضا نحتاج إلى قانون للمعاقبة والمحاسبة بس قبل كل شيء أحنا علينا أن نفكر كيف نحرك الهمم وكيف نزرع في المرء في الشاب في الشابة القيمة الدينية والوازع الديني أحبائي قيمة الدين الدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص وقوة في تحقيق الرادع والضابط الفردي والاجتماعي هو أن الإنسان عندما يؤمن بهذا الدين يؤمن بالغيب ومن يؤمن بالغيب هو بعد مو يهم أن يرضي فلان وفلان أو يخاف أو من القانون الفلاني الذي يعاقب في الدنيا لا لا هو يجب أن نعمل جماعة كلتنا سواسية بطريقة جماعية على أن نعزز فكرة الإيمان بالغيب لدى المؤمنين هم جاء يروجون الإلحاد جاء يروجون عدم الإيمان مقابل الإيمان الإلحاد صورة من هذه الصور مظهر من هذه المظاهر لكن عدم الإيمان أن لا تؤمن وخصوصا أن يضعف إيمانك بالغيب بالغيب شنو؟ يعني الرقابة الإلهية أن الله مطلع عليك باستمرار أن يراك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك هذا موضوع التقوى اللي يازم نزرعه بأنفسنا حتى تصير عندنا ملكة وعند أولادنا وعند بناتنا وهذا يحتاج إلى جهود جبارة لقد هيمنت النزعات المادية وشون يصير هذا الإلحاد؟ شون يصير عدم الإيمان أو ضعف الإيمان؟ عندما تهيمن النزعات المادية النفعية والعلاقات الاستهلاكية على علاقاتنا وفي مجتمعاتنا وعلى الثقافة وعلى الحضارة التي نحن نؤمن بها وهي الحضارة الإسلامية وعندما تهيمن هذه النزعات المادية على القيم والأخلاق كل شيء يصير بالمادة كل شيء يصير يفكر بالربح والخسارة وطبعا المجتمعات ستؤثر بهذا الإطار وتنحصر بهذا الإطار وتوجه أذواقهم نحو الانحراف الذي يريده أولئك الذين بعدين يستغلون هذا الموضوع لتحقيق وفرض هذا الإرهاب السبراني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد الأمن أكرر تهديد الأمن القومي لبلداننا عن طريق تهديد الأمن الذاتي للأفراد والمجتمعات وعلى هذا الأساس فإن أخطر ما تواجهه أمتنا هو إفساد قيم الباطن وقيم المعاني ومن ثم فقدان الميزان والمعيار القيمي لدى الإنسان وهذا الذي يجب أن نشتغل عليه حقيقة هناك الكثير من الموضوعات التي تواجه أمتنا في الوقت الحاضر يمكن حلها ببساطة قوانين بسيطة تشكيل جمعيات هاي اللي يسموها مرضمات مجتمع مدني وداوني بالتي كانت هي الداء نفس السلاح الذي هم يمارسونه طبعا مع الفارق يعني هو يمارس قنوات ومواقع باحي ما نروج لهذه القنوات لا نسوي قنوات أخرى مواقع أخرى بديلة تروج للفضيلة تروج للحجاب تروج لقيم قيم هذا الدين العظيم وداوني بالتي كانت هي الداء هو أن تعمل على نفس الاتجاه الذي يعمل عليه هذا العدو الذي يريد تهديم قيمك أنت تروح تشتغل تكرس القيم بشكل آخر حتى تكون هناك حصانة لدى الفرد علينا توعية الأمة حول مخاطر هذا الغزو الفكري وهذا الغزو الخطير الذي يمارس عن طرق وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا وطبعا قنوات فضائية وسائل إعلام أخرى وشخصيات أنتجوا شخصيات هذه الشخصيات التافة التي يسموها للمشاهير هذه أيضا يجب أن تحاسب يجب أن يكون هناك قانون يجب أن يكون هناك غدع لهؤلاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وسائل معروفة روحوا شوفوا كتب الرسائل العملية لفقاهان حفظهم الله يركزون على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه وظيفة كلتنا وظيفتنا كلنا بلا استثناء علينا كما قلت لكم اتباع الأساليب ذاتها التي تتبعها هذه القنوات وهذه وسائل التواصل التي تريد أن تغزونا وطبعا لإيجاد مجاميع طلائع ترد الشبهات وتقوم بإبطال ما جاءت به هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي فيه طبعا في دائرة القيم الإسلامية تعريف الناس بأن القيم الإسلامي أو القيم الدينية بشكل عام الإيمان المطلق يشمل المسيحي ويشمل غير الزارتشتي ويشمل اليهودي وكل من يؤمن بالله القيم الأخلاقية هي واحدة يجب رد الشبهات والطعم بها فيما يتعلق بموضوع المرأة وموضوع الحجاب موضوعات كثيرة مفردات كثيرة يمكن نبحثها باستمرار أنا هنا فقط أريد أن أحرك البياه الراكدة أو جزءا من هذه المياه الراكدة وبعدين نجي نفصل في كيفية كيف ينمي المؤمن أو كيف ينمي المسلم هذا الحس الحركي لديه لمواجهة الإرهاب السيبراني علينا معالجة نقاط الضعف التي يستغلها هؤلاء ونحاول أن نقومها بدلا من تركها ثغرة للاستهداف علينا الاكثار من برامج وخطط التوعية حول السلوك الإسلامي القويم مو نخاف يتهمون أنه والله إسلام سياسي وما الإسلام السياسي وباسم الدين باقونا الحرامي أخوة ستبتت هاي قضية سرقة القرن أنه باسم العلمانية وباسم المدنية وباقونا الحرامي وباسم هذه المظاهرات اللي تقول أريد وطن وأريد وطن وفآخرها طلعوا هم حرامية ذولي اللي كاموا بعمليات التحريض على الدين وعلى المراجع العظام وطبعا علينا أيضا أن لا ننسى أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو يزرع فينا بذور التقوى وينميها بالسمرار وعندما نصل إلى مرحلة التقوى اللي هي دائما يجب أن تكون حركية مستمرة لأنه الإنسان من يرتكب معصية خرج من دائرة التقوى ولكن عندما يستغفر ويتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى لا يرجع إلى الحالة الأولى والحديث الشريف يقول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار فتعالوا نحصن أنفسنا من الإرهاب القيمي والإرهاب الذي يمارس علينا على قدم الوساق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولنا حديث آخر إن شاء الله في أمان الله اشتركوا في القناة